هذا خطير خطير هذا التصريح هذا أخطر التصريح سياسي وأجرأ التصريح سياسي أنا أسمعه اليوم نحن في هكذا أجواء أنا أعتقد أنه الإطار التنسيقي سوف يستغل هذه الفرصة هذه الفرصة الذهبية بل وقل الفرصة التاريخية ليش؟ لأنه بغياب الضد النوعي الشيعي اللي هو التيار الصدري نحن نعتقد أنه هناك فرصة لإنعاش فرص إحكام القبض على السلطة في بغداد والإبقاء على حظوظ الإطار التنسيقي في تسيد المشهد السياسي في العراق هذه الأمور تستدعي دائما الفواعل السياسية أن تضغط باتجاه أنه ترويض الوضع في إقليم كردستان وإعداده وفرمته وإعادة ضبط الأمور هناك لكي تكون جلبت الإقليم ضمن هذا الحيز ضمن حيز السعي للإبقاء على حظوظ الإطار التنسيقي في تسيد المشهد السياسي في وضع يتمكن الإطار التنسيقي من الاحتكام على السلطة عمل على ترويض أقليم كردستان واستبعاد والعمل على الإبقاء السيد الصدر بعيدا عن عملية انتخابية هكذا تفكرون بالإطار التنسيقي لغرض الاحتكام على السلطة هذا خطير خطير هذا التصريح نعم وجرت أمور وجرت أمور أكثر حضورا من هذا الشيء اليوم الوضع يعني إرباك الوضع في أربيل وفي إرباك المشهد في إقليم كردستان أنا أقول لك يصب بطريقة أو بأخرى ضمن جهود انعاش فرص إحكام قفضة الإطار التنسيقي على الحكم في بغداد وفي العراق بصورة عامة أنا أقول لك الشيء هذا لكن بالجانب الآخر ما هناك يعني عصى وجزرة تقول لي هاي العصى سمعتها من عندك أبميثاق وين الجزرة أنا أقول لك اليوم الموازنة موازنة 2023 هاي الموازنة الانفلاقية والانفجارية لثلاث سنوات شنو معناته هذه مو اقتصاد هاي سياسة أنه أنا أضع موازنة وأنشئ مجالس محافظات ويجون مجالس المحافظات يلقون موازنة لثلاث سنوات نحن نتحدث عن ما يقارب الأربعمائة مليار دولار لمدة ثلاث سنوات سوف توضع في أحضان السادة المؤسسين للعملية السياسية والقيادات ورؤساء الكتل وأصحاب القرار الذين يعرفون تماما كيف يخرجون هذه الكتل النقدية الكبيرة وكيف يستغلونها حسنا أتفق وياك أتفق وياك أتفق وياك أتفق وياك أتفق وياك بتعبيرك أن السادة الزعماء بالعملية السياسية يعرفون كيف سيخرجون هذه الكتل النقدية هما بتخريج الأموال أحطهم على رأس ولا واحد بتقولهم يخرج الأموال لكن أنه الإطار التنسيقي يستخدم العصى للإبقاء على السلطة مهما كان الأمر يعني هذا هذا نذير شؤم دي المرحلة المقبلة يعني شلون ماتي دي السلطة مالتي أبدا 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 أستاذ نجب خلينا نكون اليوم شفافين أمام جمهورك وأمام حضرتك وأمام ضيوفك ترجمة نانسي قنقر